لا يمكن أن تجد ما يضاعف الوجع أكثر من هذه المشاهد التي تضج بها ساحات المستشفيات وممرات العيادات حيث يتزاحم الناس على أبوابها باحثين عما يخفف من وطأة المرض في محافظة الحديدة حيث يحضر الفقر بأعلى مستوياته وسط مخاوف من توقف الخدمات الإسعافية والطبية الأولية في المستشفيات الحكومية الوحيدة التي ما تزال تعمل يظل الهاجس الوحيد هو كيف يتغلب المريض على أمراضه وأوجاعه خصوصا في هذه الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد صراحة نوضع مأساوي للغاية خاصة في الجانب الصحي وكثير من الأمراض مع غياب الكثير من الخدمات من كهرباء وغيرها مع اجتداد الحر في الحديدة يعني زادت من نسبة الأمراض بنسبة مئة في المئة ومع اجتياح الميليشيا للمحافظة وإدخال البلاد في الحرب كانت الحديدة كغيرها من المدن التي شهدت ترديا في مختلف الجوانب الاقتصادية والصحية التي شهدت ارتفاعا في أسعار الخدمات الطبية والمواد العلاجية على نحو مقلق هو ما تسبب بوفاة العشرات من المرضى بحم الظنك وغيرها من الأمراض جراء عدم قدرة أغلبهم الحصول على الرعاية الطبية والصحية اللازمة هنا تجد هذه المجاميع المتزاحمة من المرضى من كافة الشرائح على أبواب العيادات المختلفة كل يبحث عن طريقة للتغلب على الألم الذي لحق به والسبب أن العلاج بات أمرا صعب المنال للكثير منهم خصوصا الأسر الفقيرة التي لم تعد تحصل على لقمة للعيش فكيف بها وقد داهمها المرض اشتركوا في القناة